هنكون مع حضراتكو طبعا على مدار ثلاث ساعات وهنتابع مع حضراتكو عملية انقاذ الطفل ريان حتى الآن الحفر زي ما قلنا بيتم بشكل أفقي وصلنا تقريبا فرق الانقاذ بينها وبين الطفل ريان حوالي متر ونص طبيعة التربة زي ما قلنا تربة هشة وفي تشققات صخرية ده اللي بيأخر عملية الانقاذ لكن احنا مستمرين مع حضراتكو في متابعة عملية الانقاذ وان شاء الله نزف لحضراتكو خبر خروج الطفل ريان بالسلامة أدعواتكو بإذن الله يخرج لأهله سالما المعافر طبعا زي ما قلنا هو الحفر بيتم بطريقة دقيقة وببطء شديد وبحرص شديد وبحذر شديد لأنه طبيعة السخور في هذه المناطق سخور هشة وعليه فرق الانقاذ بتشتغل بدقة عالية فيعني ربنا طبعا يأثر المدة ويخرج ريان بالسلامة لأهله ويطمن العالم كله لأن العالم كله متفائل ونفسه أنه يتطمن على ريان وريان يخرج بألف سلامة من داخل هذا البقر قلنا دلوقتي ناخد حضراتكم ونروح نصبح على زملتنا دينا رجعت بالسلامة صباح الخير عليك يا دينا حمد الله على سلامتك الله يسلام وعافظ صباح الخير يا شديد بشكورك جدا كانت أزمة صحية بس الحمد لله كلنا مرينا بيها الفترة عدت على خير عدت على خير عدت على خير على سلامتك ولو تطمينينا بقى على أحوال الطاقس احنا مبارح شايفين أمطار والموضوع يعني يولنا الجو مشمس الحمد لله بس في البداية طبعا كلنا عايزين نقول أن العالم كله يعني في انتظار اللحظة اللي هيلتقد فيها الأنفاس بخروج الطفل ريان من البقل بالفعل يعني فرق الإنقاذ على قدم وصاق والمشكلة كمان زي ما كانت تهادير وشازلي بيقولوا أن في طبيعة الأرض والطبيعة الصخرية هم خايفين من أي انهيارات صخرية فبيستخدموا بعض الأدوات البداية حفظا على سلامة ريان إن شاء الله هو بطل وهيخرج بالسلامة وكلنا هنفرح بخروجه النهاردة خلال الساعات القادمة